السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مرحبا بكم جميعا النهاردة ان شاء الله بقدم لكم وصفة سهلة وسريعة وكمان جميلة جدا الكيكة دي يا جماعة فعلا تستحق ان انت على طول تقوم تعمليها وبل تعتمديها على طول الكيكة سهلة كيكة المقلاة ويلا بنا كده ما تنسوش اللايك وشير والاشتراك والانتصال في قناته وعلى طول نبدأ وصفتنا ان شاء الله وصفت ان شاء الله هستخدم فيها اتنين حبة فقط من التفاح ولو حابين اي نوع من الفواكه عادي جدا استخدموه عندك موز عندك اي نوع براحتك خارس هستخدم معلقة كبيرة من الزبدة كده في الاول كده واحط عليهم لما الزبدة بتاعت تسيح على النار كده اتنين معلقة من السكر وممكن تزود السكر لو انت حبة انا هعمل بقى لانا اكرماله شوية كده يدوبك يسيح معايا او يدوب السكر مع الزبدة كده وعلى طول مباشرة لحد ما يبدأ يتغير لونه للون الذهبي هنزل بقى بالتفاح بتاعي التفاح بتاعي يا جماعة انا اطعته بقشره تمام؟ فيه ناس ممكن تأشر التفاح عادي براحتها ولكن انا صراحة حباه يكون بقشره كده وزا ما انتوا شايفين بدأت احطه كده بطريقة عشوائية ممكن ترتبيه او تعمليه زي ما انت عايزة ما فيش اي مشكلة اللي انت عايزة اعمليه زي ما انتوا شايفين رتبته وحطيته بالطريقة اللي انا بقولكو عليها وهبدأ يدوبك بس يبدأ معايا يسخن معايا كله مع بعضه برفعه من على النار واسيبه يبرد والخطوة التانية هبدأها معايا كوفي بقولة كده هستخدم ثلاثة حبة فقط من البيض بحرارة الغرفة زي ما حضرتكم معايا شايفين ما شاء الله ولا قوة الا بالله بخفق البيض اولا كده بمضرب اليدوية بسرعة كده لحد ما ابدأ فيك البيض خالص كده وببدأ بعد كده بنزل بالسكر السكر انا استخدمت كوباية معايارية اللي هو الكوب الصغير يا جماعة يعني حوالي خمس معلق كبار من السكر حبة زوادي نسبة السكر ده بيرجع لراحبكم خالص ما فيش اي مشكلة كل واحد بسكره بقى استخدمت نص كوب من الزيت نباتي ممكن تستخدمي سمنة سايحة زبدة سايحة اللي انت حباه بقلب كل المكونات زي ما حضرتكم شايفين وبعد كده هستخدم حوالي معلقة صغيرة من الخل علشان بس ريحت البيض وكده وهنزل عليهم بنص كوب من الحليب طبعا نص الكوب ده عبارة عن 150 ملي من الحليب الدافي وهقلب المكونات كلها وهنزل بقى دلوقتي زي ما انتوا شايفين بكوب معاياري كبير من الطحين اللي هو المتعدد للاستخدام عادي ومعلقة كبيرة من البيكنج بودر ومعلقة صغيرة من الفانيليا وعلى فكرة ممكن تحط الفانيليا من غير ما تنخلها عادي ولكن انا حبيت انخل كل المكونات زي ما حضرتكم شايفين كده مع بعضها وعلى اساس لو فيها اي تكتلات تبدأ تفك معاي بالمضرب اليادة وبسرعة بسرعة تقلبي وانت بقى في الوقت ده لو حسيت القوام خفيف معاك هتبدأ تنزلي بالطحين بالتدريج انا دلوقتي زي ما انتوا شايفين هحط اتنين معلقة من الطحين وهقلب تاني كل المكونات بسرعة بسرعة وهتأكد بقى بس اهم شيء انت بتقلبي يكون كله في اتجاه واحد وهم شيء طبعا لازم تتأكدي مفيش اي تكتلات حسيت لسه برضك الخليط خفيف معايا نزلت بمعلاقة كمان وهقلب برضك كل المكونات لحد ما وصل للقوام اللي انا حباه ولكن في معلومة عازة اوصل لها معاكو يا جماعي انا طبعا مستخدمة الحليب الدافي فطبعا ده بيخلي الحاجة سيلة شوي فما تقلقش من الموضوع ده ودلوقتي بعد الخليط بتاع مجاز طبعا زي ما انتوا شايفين صبيتوا على طول مباشرة على التفاح اللي انا كنت جهزا وبدأت ايه بقى احطه دلوقتي ما شاء الله على نار هادي خالص على النار طبعا على البتكز زي ما انتوا شايفين وهو غطيه لحد ما يستوي معايا تماما ما تحاوليش تفتحي عليها وهي لسه ما استودش يعني حوالي نص ساعة وافتحي عادي بسم الله ما شاء الله شايفين يعني انا عايزة اوضح ان هي اللي هي الخرام اللي هي موجودة ديت او الفتحات اللي هي موجودة في الوش الكيكة ديت معناها ان هي بسم الله ما شاء الله هشة جدا وكمان الاطراف من الجوانب كمان بدأت تسيب يعني استوت معايا في الوقت ده طبعا حضراتكم ممكن تسألوا تقولوا مثلا ان هي ممكن يكون فيها يعني الوش هيبقى يعني ني شوية او طبعا البخار وكده انا بحاول افتح في الاول الغطى عليها لحد ما تبدأ معايا يعني تتشرب كويس بعد كده بقلبها عادي انا قلبتها وحطها دلوقتي في المقلع على الوش التاني عشان تدي لون خفيف كده ده للي حابب وعلى فكرة ممكن تستكفي دلوقتي بقلب لكم الوش يعني انا اعطيته لون خفيف كده وبقلبها امامكم بسم الله ما شاء الله كيكتي كده جاهزة تماما يبقى اذا كيكتي المقلع يا جماعة هي من اسهل ما يكون ولكن بس محتاجة منك لانت تخلي بالك يعني على اساس ما تتلساش منك ممكن تكون واضح ان هي تلاسعت مني شوية ولكن انا شايف اللون مكرمى الحلو وما فيش اي حاجة ولا حرق ولا حاجة ولكن ده الكراميل مع التفاح يا جماعة وبسم الله ما شاء الله طعمها جميل وهشة وطرية والميزة زي ما قلتلكم هي مش هتحتاج كمان منك انت تسقيها سيروم او اي حاجة لانها بالفعل طرية وكمان هشة وبكده وصلنا نهاية الفيديو متنسوش اللايك وشير والاشتراك والانتصال في قناتي والسلام عليكم اشتركوا في القناة